أود أن أوضح في هذا الجانب أن مصطلح الدمج يعني بالضرورة الصف العادي إذا كان الطالب يخصص له صف خاص مع أقرانه من اضطراب التوحد فهو لا يعتبر دمجا وبالتالي الدمج يتم في الصفوف العادية ولكن متى يتم الدمج معالي الرئيس يتم الدمج حينما تتوفر تقارير تشخيصية سواء من وزارة الصحة أو عبر مختصية التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تؤكد أن الطالب قابل للتحسن لأن أحيانا الدمج قد يشكل خطورة على الطالب إن لم يكن قابلا لذلك فإذا كانت التقارير تثبت أن الطالب قابل للتحسن يمكن أن يتم دمجه وحتى حينما يتم دمجه فهو لا يتم دمجه بشكل دائم يخضع للمراقبة والملاحظة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أشهر وبعد هذه الفترة يتم تقييم الطفل أو الطالب بشكل مستمر إذا تبين أن الدمج لا يخدمه يتم إخراجه من صف الدمج ويعاد إلى صفوف أخرى مخصصة للطلبة من ذوي التحديات الذهنية في نفس الوقت هناك الكثير من الحالات التي أثبتت التقارير الطبية الصحية أنها غير قابلة لا للدمج ولا حتى للتسجيل في المدارس حينما تكون درجة الإعاقة أو التحدي حينما تكون درجته متقدمة وشديدة جداً في هذه الحالة ليس المطلوب أن يقدم التعليم للأمانة للطفل المطلوب هو أن يتم رعايته وحمايته في هذه الحالة يتم توجيه ولي الأمر للتوجه إلى المراكز الأهلية المختصة برعاية الأطفال من هذه الفئة لأن وجودهم في المدارس قد يشكل خطراً عليهم مع وجود العديد من الأطفال والطلبة ومبنى كبير في الواقع وبه سلالم وبه فصول وبه مرافق في الواقع مثل هذه الحالات إذا أثبتت التقارير الطبية أنها غير قابلة للدمج وغير قابلة للتسجيل في المدارس فوزارة التربية والتعليم مضطرة إلى توجيه ولي الأمر للتوجه إلى المراكز المختصة في هذا الجانب أيضاً معالي الرئيس إذا أثبتت التقارير الطبية أن الطالب قابل للتسجيل في المدرسة ولكن لا يمكن دمجه في هذه الحالة تسعى وزارة التربية والتعليم قدر الإمكان إلى توفير الفصول المخصصة لهذه الفئة وهذه الفصول ليست كالفصول العادية فيها فصول بها أدوات خاصة فيها ألوان خاصة جدرانها خاصة وبها الوسائل التعليمية البسيطة التي يمكن أن تحفز وتشجع الطالب وتنشط ذاكاته وتنشط ذهنه وتساعده على عملية التعلم شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة